في هذا الفيديو هنظروا على عموتا وخليفته جمال اسلامي وشكون التقام المرافق الجمال اسلامي لقيادة منتخب الاردن واش عموتا عنده اسباب حقيقية انه يمشي من الاردن او انه فقط يتلكك المهم عموتا قال الاردن طالوا عندي شي مشاكلها الي اخوتي خاصني الرجاع البلادي يعني موراها بساعات خرج خبر انه غيمشي الجزيرة الاماراتي صراحة اني لمشى الجزيرة الاماراتي فما غاديج نحطرموها تسيد لانه خاص تكون معقول كل يوم غيت نمشي الجزيرة الاماراتي اما اذا رجع الى مغرب فغنعرفوا بانه صحيح عنده مشاكل عائلية وبزف الناس كيقولوا بان الزوجة دياله مريضة دكشي اللي المهم جمال اسلامي جاء بتوصية من عموتا هو اللي رسحوا الاتحاد الاردني المدرب كان قريب جدا من المنتخب البحريني لكن عرض تدريب الاردن جعله يغير الطريق ويوقف المفاوضات مع الاتحاد البحريني سيكون عمر نجحي مساعدا جمال اسلامي في الطاقم تقني للمنتخب الاردني واحتفظ جمال اسلامي بمصطفى الخلفي اللي كي يعمل اه في طاقم الحسين عموتا كما ضم ايضا احمد محمد انا مدربا الحراس وجواد صبري وكريم ملوش مؤيدين بدنيين وكريم الادريسي ومروان لطفي محللي اذا يعني طاقم كبير جدا مغربي خالص كنتمنى كل التوفيق للاطار الوطني جمال اسلامي اذا ننشينا في ترجمة نانسي قنقر